تعالوا شوفوا شركة فيسبوك وشركة جوجل لاتنين النهاردة بيغضعوا لتحقيقات فيدرالية داخل الولايات المتحدة الأمريكية ليه؟ عندهم حاجتين شبهة احتكار واتنين شبهة انتهاك خصوصية للمستخدمين شركة فيسبوك قالت ايه؟ المدهي العام في أمريكا بيحقق مع الشركتين لاتنين وهيقعوا تحت طائلة القانون وفي أمريكا ما فيش هزار احتكار او بيأتي على حق من حقوق المنافسة بيدفع فلوس وبيدفع غرامات مليارات مليارات بيدفعها في شركات احنا شفنا قبل وشفنا سامسونج وشفنا الصراع اللي بينهم وهواوي وغيره 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 الشركات دي الحكومات هناك بتسيبك تشتغل تجري تنطلق تحقق تنجح لكن في حالة ما تشعر ان انت عندك ممارسة احتكارية تقطع رقابتك في حالة ما تشعر ان انت بتصنع سعر السوق لوحدك بتتحكم فيه تقطع رقابتك اذا ما جرى في الولايات المتحدة الامريكية او ما يجري الان في الولايات المتحدة الامريكية ان شركة فيسبوك وجوجل بيخضعوا للتحقيقات حول مكافحة الاحتكار والخصوصية بيقولوا خبر اهو زي ما حضرتكوا شايفين المدعي العام في نيويورك قال في بيان بيان رسمي اكبر منص التواصل الاجتماعي في العالم يجب ان تتبع القانون وتحترم المشتهلكين واوضحت ان المدعين العامين من الحزبين بيحققوا فيما اذا كان فيسبوك قد خلق خنق المنافسة وعرضت المستخدمين للخطر ام لا شغالين بيشوف هي بتخنق المنافسة يعني عملية تخنق للمنافسة ضد المنافسة مع الاحتكار ولا لا وعرضت المستخدمين لو احنا بشغل فيسبوك بتسرق مننا معلومات بتنتهك الخصوصية ولا لا ده في اين في قلب الولايات المتحدة الامريكية وشركة جوجل اصدرت شركة جوجل بيان جاء فيه بعيدا عن التعليق بشكل مباشر على مخاوف مكافحة الاحتكار لكنه اوضح ان خدمتها تساعد الناس على كل يوم وانه في كل حوال نواصل العمل بشكل بناء مع المنظمين ومع الدولة ومع القانون شركة جوجل بجلالة قدرها وفيسبوك بجلالة قدرها قالت احنا مع القانون ما نقدرش وإلا تغلق الصبح ممكن المدعي العام في امريكا يغلق فيسبوك يغلق جوجل اذا عرضت مصلحة الولايات المتحدة الامريكية للخطر او خنقت المنافسة او استخدمت تفاعل الناس ومعلومات الناس بما يخرق خصوصياتهم ده فين في الولايات المتحدة الامريكية